موسيقى مرحبا بكم تقول روسيا ان اهدافها في اوكرانيا لا يمكن تحقيقها الا بالوسائل العسكرية مع نفي الكريم للوجود شروط مسبقة لانتقال العملية الى مسار سلمي مسار تسعى الصين لان تلعب فيه دورا مهما من خلال اعتزام شيجين بينج الاجتماع بزيلانسكي عن بعد الاسبوع المقبل وعيد زيارة مرتقبة لموسكو بحسب وولستريت جورنال هل ينجح شيجين بينج في فتح مسالك دبلوماسية بين موسكو وكييف ولماذا تنظر واشنطن وحلفاؤها الغربيون بعين الريبة لتحركات بكين وما هي حسابات الربح والخسارة في الوساطة الصينية في نبض العالم لهذا اليوم نصلت الضوء على ازمة سد النهضة وتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي حذر فيها من ان بلاده لن تتحمل اي نقص بحصتها من نياه النيل التحذير هذا جاء بعد ان كشفت صور اقمار صناعية عن تجهيزات لتعبئة جديدة هي الرابعة هل تصريحات الرئيس المصري بشأن سد النهضة تهديد مبطن لاثيوبيا ولماذا باءت كل الجهود الدبلوماسية بالفشل وماذا يعني البلء الرابع للسد ترجمة نانسي قنقر 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 وصفر إلى العاصمة الروسية قريبا للقاء نظيره فلاديمير بوتين المصدر ذاته أكد أن الخارجية الصينية لم ترد على الطلب للتعليق كما امتنع الكريملين على التعقيب لتسليط الضوء أكثر على الموضوع ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي رضا سعد مباشرة عبر سكايب ومن القاهرة نرحب بالكاتب والباحث في شؤون الآسيوية سيد عامر تمام عبر الهاتف مرحبا أهلا وسهلا بكم ضيفي دعنا نبدأ معك أستاذ رضا سعد طبعا الصين تسعى للاعب دور مهم في الأزمة الأوكرانية كيف تقرأ الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني لموسكو نتحدث عن التوقيت والأهداف منها شكرا للاستضافة أولا المبادرة الصينية كما تكلمنا سابقا أيضا عنها بأنها تحمل في طياطها بنودا يعني تماهي الخيارات الروسية الاستراتيجية بالدرجة الأولى وبالتالي يعني الزيارة المرتقبة إلى موسكو تتم تحضير لها بعناية دقيقة وطبعا لا تتم زيارة رئيس دولة عظمى إلى دولة أخرى إلا تكون هناك وفور قد سبقت ومفاوضات قد جرت في خلف الكواليس لإنجاح هذه المبادرة يعني الصين لها طبعا أهداف استراتيجية أولا لعب دور على الساحة الدولية بشكل كبير ولكن بالدرجة الأولى الأهداف المبادرة الصينية هي اقتصادية وأعني بذلك بأن خطة طريق الحرير التي رسمتها الفيادة الصينية اقتصاديا للوصول إلى الشرق الأوسط وأسيا وأوروبا وأفريقيا أيضا طبعا من مصلحة الصين كدولة اقتصادية عظمى في العالم وهي تعتبر أيضا الخصم الاستراتيجي القوي والأقوى في العالم للولايات التحية الأمريكية وقد عبرت العالم للتحية الأمريكية عن هذا التخوف من هذا المارد الصيني طبعا الصين لها مصلحة كبيرة في إنجاح هذه المبادرة لخلق طريق آمن إذا صح التعبير لمبادرتها في طريق الحرير التي تنتهي في عام 2043 وتكلف حوالي 8 تريليون دولار لإنجاح هذه المهمة وبالتالي من مصلحة الصين أن تكون الدول التي تمر فيها منتجات الصينية إلى العالم طريق آمن يعني لا نستطيع أن نتكلم عن خطة اقتصادية وفي ظل انعدام الأمن وخاصة بأن الصين هي جارة لروسيا وتمر منتجاتها عبر الأراضي الروسية أيضا وبالتالي من مصلحتها وهي أيضا حليفة في الخفاء لروسيا لم تدخل المعركة بشكل واضح كبير وعلني ولكنها تريد أن تلعب هذا الدور بالاستفادة من قربها من موسكو لإنجاح مبادرتها وأيضا بالتالي عدم إغضاب أيضا الجانب الأمريكي والغربي في نفس الوقت نعم السيد عامر تمام طبعا الأستاذ رضا سعد تحدث عن تماهي مبادرة الصين مع الخيارات الاستراتيجية الروسية وولستريت جورنال قالت أنه يرتقب أيضا أن يجتمع شيجين بينك بيزيلانسكي عن بعد بعد زيارته لموسكو ولقائه ببوتين مما علم هذا الاجتماع وعلى ماذا سيركز؟ نعم بداية انتحياتي لحضر الله والضيف الكريم أتفق مع ما تقدر بي أن هناك جزء كبير من الخيارات الاستراتيجية للصين تتفق مع خيارات وأهداف الأجار الروسي ولكن أيضا الصين لها مصالحها الخاصة بيها ولها أهدافها ولها حتى من هذه الزيارة التي ربما تسبب أزمة مع الولايات المتحدة هذه الزيارة الصين لديها أهدافها من خلالها وهي ترد بهذه الزيارة على تحركات أمريكية ربما تسبب تصعيدا وتسبب قلقا بالنسبة للصين بالنسبة للقاء الرئيس الصيني مع الرئيس الأوكراني عاقب انتهاء الزيارة الروسية هو أعتقد أن الزيارة الرئيس الصيني ستشمل دول أوروبية لم يعلن عنها ولكن أعتقد أنها ستشمل دول أوروبية أيضا لبحث المبادرة التي أعلنت عنها الصين بشأن إنهاء الصراع أو الحرب الروسية الأوكرانية أعتقد أن اللقاء أو اللقاء الذي يتم عبر الإنترنت مع زيلينسكي سيناقش ما تم التوصل إليه ما تم التوصل إليه سواء من خلال اللقاء مع بوتين أو من خلال اللقاء مع قادة الدول الأوروبية لأن الصين حريصة كل الحرس أن تنجح هذه المرة أيضا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وهذا النجاح من وجهة النظر الصينية هو بمثابة تتويج للصين على أنها قوة السلام في العالم الولايات المتحدة تزكي الصراعات كانت تزكي الصراع ما بين السعودية وإيران وأيضا تزكي الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا الصين تريد أن تقول للعالم أن هي قوة السلام وأنها تستطيع أن تحقق السلام وتنهي الأزمات والحروب في العالم وليس في منطقة الشرق الأوسط فقط لذلك أعتقد أن القمة الصينية الأوكرانية المقبلة ستكون مهمة للغاية وستكون ليس فقط على صعيد الحرب الروسية الأوكرانية ولكن على صحيد العالم العالم بأثري يتأذى من هذه الحرب الصين تريد إنهاء هذه الحرب فأعتقد إن استطاعت تحقيق ذلك وأشك أن تسمح الولايات المتحدة لأوكرانيا بالموافقة على مبادرة صينية أو على إنهاء الصراع بهذا الشكل أشك في ذلك ولكن إن صدقت النواية ووافقت أوكرانيا على إنهاء الحرب ستكون هذه القطوة نجاح كبير للدبلوماسية الصينية وللقوى النعيمة الصينية على العالم نعم أستاذ رضا سعد ما دمنا في قضية نجاح المبادرة محتمالات نجاحها بالنظر إلى التشكيك الغربي هل ينجح شي جيم بينك في فتح مسالك دبلوماسية بين موسكو وكييف يعني إذا ما نظرنا حتى من ناحية بروتوكولية إن اللقاء يعني الرئيس الصيني بينك مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي عبر السكايب أو عبر الفيديو في المحادثات فيما بينهم يعني يدل على ضعف حتى الآن أو على الأقل إن المبادرة الصينية في بداية مراحلها لو كان هناك شيء جدي وواضح المعالم كان لقام بزيارة كما قام الرؤساء الدول الاتحاد الأوروبي والغربين والأمريكيين إلى كيف كان زارها شخصيا وبالتالي يعني إعطاء هدنة معينة للزيارة وهذا بادرة خير ودليل يعني عافية على نجاح المبادرة لكن حتى يعني من ناحية بروتوكولية التواصل عبر الفيديو يعني يدل على إنه هناك بداية جس نبض للطرفين الأوكراني والروسي النجاح المبادرة يعني ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لأن يعني نجاح المبادرة الصينية يعني يعطي موسكو أن تحقق أهدافها أيضا من خلال هذه الحرب التي شنتها بجزيرة القرم إلى آخرين ونرى أيضا هناك تطور لافت على المعركة العسكرية على جبهة مدينة باخمود يعني القوات الروسية تشد الضغط أكثر على أوكرانيا في باخمود تدريد أن تأخذ أكبر نصر عسكري قبل البدء بأي مفاوضات لكي يعني تتسعمل هذه على الطاولة نجاح المبادرة الصينية ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية التي إذا ما نجحت هي تفتح طريق اقتصادي ضخم واستقرار في العالم وبالتالي يعني تهديد اقتصادي مباشر للمتحدة الأمريكية وبالتالي يعني ليس كما يبدو بأنها ستنجح في القريب العاجل نعم السيد عمر تمام ألا يضر طبعا الغرب وخصوصا أوكرانيا وأوروبا استمرار الحرب لماذا تنظر واشنطن وحلفاؤها الغربيون بعين الريبة لتحركات بكين نعم دعني بس في البداية أشير إلى أن إلى ما تفضل به الضيف من بيروت وهي بالفعل هي ليست مبادرة وضحة المعالم ولكن هي انصحت تعبير خطاب نواية هي الصين أعلنت الرؤية الخاصة بها بخصوص حل الأزمة هي لم تطرح مبادرة للكاملة للحل لكنها بدأت في التحرك نعم لكنها ستبدأ في التحرك أيضا زيارة واشنطن نعم هذه الخطوة بكل تأكيد هذه الخطوة هي البداية في التحرك لتطبيق هذه المبادئ الصينية على أرض الواقع ولكن كما تفضلت الحرب الروسية الأوكرانية تسبب مشاكل كبيرة لأوروبا وتسبب مشاكل كبيرة للولايات المتحدة أيضا ولكن ما السبب وما تدافع وراء رغبة الولايات المتحدة في استمرار هذه الحرب وأقول رغبة الولايات المتحدة وليس رغبة أوروبا لأن أوروبا تريد إنهاء هذه الحرب ولكن هناك ضغوط أمريكية لاستمرار هذه الحرب لإنهاك الجانب الروسي الولايات المتحدة تريد أن تخرج روسيا بوتين من هذه الحرب منهكة وأن يكون انتهاء هذه الحرب بمثابة إعلان استسلام من جانب روسيا وروسيا لن تسمح بذلك وقد تستخدم كما أعلنت في السابق وكما أحددت قد تستخدم أسلحة نووية لذلك أعتقد أن دخول الصين كطرف في هذا الموضوع ربما يمنح أوروبا على وجه التحديد طوق النجاة أن أوروبا تريد طرف محايد طرف يكون مقبول من الجانب الصيني لإنهاء هذه الحرب وهذه الأزمة الولايات المتحدة على الجانب الآخر لديها هدفين أساسيين الهدف الأول استمرار هذه الحرب حتى تنهك روسيا والهدف الثاني أن لا تنجح الصين في حل هذا النزاع على وجه التحديد لذلك أعتقد أن المبادرة الصينية والتحركات الصينية تتواجه بمعوقات وتحديات كبيرة من جانب الولايات المتحدة وضغوط على الولايات المتحدة وضغوط من الولايات المتحدة على الجانب الأوروبي وعلى الجانب الأوكراني ولكن ما تريده حسين حتى في النهاية إن لم تنجح هذه المبادرة هو فقط إحراج الولايات المتحدة أن تقدم حل وتبدو وتظهر الولايات المتحدة كأنها قوة داعمة للحرب وليس للسلام نعم السيد رضا سعد ما دمنا نتحدث عن واشنطن ورفضها لتوقف هذه الحرب هل ترى أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق كييف لنتائج عسكرية ولو محدودة على الأقل لتبدأ بالضغط على زيلانسكي للتفاوض طبعا فليس من السهل أن يتراجع جو بايدن عن دعم أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية وكما نعرف يعني كما يعرف الجميع بأن العقل الأمريكي يفكر بشكل اقتصادي بالدرجة الأولى يعني أنا أعتقد حتى من خلال المبادرة الصينية إذا ما كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي أوراق إيجابية للصين لإنجاح مبادرتها تريد ضمانات اقتصادية وتنازلات اقتصادية بالدرجة الأولى أما بموضوع العسكر يعني الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بكل أوروبا للوقوف خلفها زيلانسكي ولكن هي الآن في مأزق الأوروبيين في مأزق الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الضغط أكثر لتحقيق أوراق قوة على الساحة الأوكرانية واستعمال كييف كجبهة أمامية لصياد هدفين في وقت واحد يعني أول الضغط وإنهاك روسيا في المعركة وأيضا يعني الحصول على تنازلات اقتصادية وضمانات اقتصادية من الصين ولذلك ستفكر الوضع الأمريكية في مصلحتها بالدرجة الأولى وبالتالي سوف تتحرك ضوءا تبعا لذلك نعم على مصالح واشنطن أيضا الكريملين قال قبل قليل أن العلاقات الأمريكية الروسية في أدنى مستوياتها ولا يمكن التوصل لتسوية سلمية دون أن تضع أوكرانيا في اعتبارها الوضع الراهن والحقائق الجديدة ألا ترى أستاذ عامر أن هناك شد لا يشي بوجود بوادر حل سلمي بكل تأكيد هناك هذه منورات سياسية يعني دعنا نشير إلى أن لن تتراجع أو لن يصدر الجانب الروسي تصريحات فيها تراجع والجنود يقاتلون في باخموت وهناك حرب ضروس تدور ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية لذلك أعتقد أن الحديث أو التصعيد هو أمر طبيعي في ظل هذا الوضع الراهن ولكن أعتقد أن الجانب الصيني عندما تحدث أو أطلق هذا رؤيته للحل تحدث عن السيادة أو حق أو حماية سيادة الدول وإذا تحدثنا عن حماية سيادة الدول سيكون هناك الحديث أيضا عن الشرق الأوكراني والمدن التي تم الاستلاء عليها من جانب روسيا في أوكرانيا أعتقد أن روسيا ربما يكون لديها رؤية مختلفة بشأن هذا الموضوع ربما يكون لديها رؤية أو الصين ستقدم لها رؤية بخصوص أن يكون هناك نوع من الاتحاد ما بين الشرق الأوكراني وما بين باقي أوكرانيا أن يكون هناك موأمة ما ولكن أعتقد أن الصين لن توافق ولن تعترف بضم روسيا للأيزاء من أوكرانيا لأن هذا مبدأ أصيل في السياسة الخارجية الصينية وهي حتى الآن لم تعترف بضم روسيا لأوسيتيا وأبخازيا من جورجيا أو حتى بضم شبه جزيزة القرم الصين تحترم سيادة الدول ولن تعترف بهذا الموضوع ولذلك أعتقد أن الحل ربما وجهة النظر الصينية أو السياسة الصينية ستكون على إحداث دوع من الموأمة بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة كما كانت في السابق وأن لا تكون جزء من حلف شمال الأطلنطي أو تستخدمها للولايات المتحدة كمخلط قط في تجاه روسيا وعلى الجانب الآخر ستضمن لها روسيا سلامة أراضيها وأن لا يكون هناك اعتداء من جانبها ربما يكون الهدف الروسي خاص بحماية سكان شرق أوكرانيا الناطقين بالروسية ربما يكون له طرق أخرى للحل سواء من خلال إقامة اتحاد ما بين هذا الشرق أوكرانيا ويكون نوع من الاستقلالية لسكان شرق أوكرانيا ولكن يكونه تحت غطاء وتحت سيادة الجانب الأوكراني أو الرئاسة الدولة الأوكرانية أو ربما يكون هناك استفتاء على سبيل المثال أن يكون هنا بقيام دولة مستقلة في هذا الجزء ولكن هناك حلول كثيرة ربما تقدمها الصين ولكن على الجانب الآخر أعتقد أن الصين ستكون حريصة على أن لا ترسخ مبدأ الاعتداء على سيادة الدول أو أن لا ترسخ مبدأ الخاص باستخدام دولة لتحديد أمن دول أخرى وهي ما تخشاه الصين في ذات الوقت تخشى من أن يكون هناك نيتو أسيوي يهددها تخشى من تدخل غربي في تايوان يهددها تخشى من تدخل غربي وأمريكي في بحر الصين الجنوبي يهددها لذلك أعتقد أن كل ما تسعى له الصين هو ترسيخ مبادئ أساسية حتى لا تكون هناك ثوابق يتم استخدامها في المستقبل في مثل هذه القضايا نعم تريد أن ترسخ مبادئ كما يقول الأستاذ عامر تمام أستاذ رضا سعد هل تملك الصين شروط تجعلها مقبولة للوساطة خصوصا مع أن الغرب يتهم بكين بالاستفاف مع روسيا والبحث عن عالم متعدد الأقطاب يعني الغرب أن يتهم الصين بالتحيز إلى جانب الروسي ويجد الضغط على الصين لعدم الذهاب بعيدا بالتماهي مع السياسة أو المطالب والشروط الروسية وبالتالي إضعاف المبادرة الصينية لكسب نقاط قوة يعني في حال نجحت المبادرة الصينية وبالتالي يعني إعطاء كييف نقاط قوة أكثر لذلك يعني الصين لديها مصلحة في إنجاح مبادرتها وهذا لا شك فيه وذلك لضمان يعني استفرار على الساحة الدولية وطبعا لفتح طريق الحرير التي تود أن تقوم به في المستقبل وأيضا يعني أكثر ما تريده روسيا على ما أعتقد هو عدم دخول كييف في حلف الناتو عدم تهديد الأمن القومي لروسيا إعطاء كما تفضل الضيفك الكريم أيضا إعطاء الأقاليم التي انضمت إلى روسيا يعني حقوقها وقد تأخذ أشكالا نوع من الكون فيدرالية أو الفيدرالية أو الاستقلال الذاتي وما شابه أو الاستفتاء برعاية دولية ربما هذه المرة وطبعا من موضوع جزيرة القرم أعتقد هو تحصيل حاصل لن تتراجع روسيا عنها بالتأكيد وأيضا يعني لروسيا لديها مصلحة أيضا الآن يعني في وقف الحارب يعني هي بدأت أكثر من سنة وهناك يعني التكتل اقتصادي وعسكري ضخم في العالم تقود الولايات التحية الأمريكية لحصار روسيا وإنهاكها وأعتقد الجميع في مأزق الآن الجميع يريد الخروج من هذه الحرب لكن بالتأكيد بأن روسيا لن تتراجع لن تتخلى عن مطالبها الاستراتيجية وبالتالي يعني لا شك لو تريد أن تحصل على الأقل على جزء كبير من مطالبها إن لم نقل بأكثرها نعم السيد عامر تمام في ظل هذه المصالح المتشابكة والتعقد المصالح بين هذه الدول الكبرى كيف نربط بين قرارات حتى نتحدث عن الداخل الأمريكي قرارات بايدن في الذهاب بعيدا في دعم أوكرانيا ورئاسيات 2024 دون إغفال التباين طبعا في نظرة كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية للحرب في أوكرانيا كيف تنظر إلى ما يحدث داخل واشنطن وينعكس على الخارج في دعم أوكرانيا نعم الرئيس الأمريكي تورط في إشعال فتير الحرب الروسية الأوكرانية وهو كان يدرك أو كان يتوقع أن الحرب لن تستمر طويلا وأن ربما تكون هناك عملية خاطفة يتم بعد ذلك إدانة روسيا والضغط على روسيا وفرض أقوبات على روسيا ما حدث هو أن الجانب الروسي فاجأ الغرب بحرب واجتياح كبير وعملية عسكرية ربما كانت حتى تستهدف كييف وليس الشرق الأوكراني والجنوب الأوكراني لذلك أعتقد أن هذا التورط من جانب الرئيس بايدن إن لم يستطع تحقيق نصر أو تحقيق نتيجة ملموسة خلال الشهور المقبلة قبل فترة الانتخابات وقبل بداية الانتخابات الأمريكية ربما سيكون ذلك بمثابة الضربة قاصمة له في الانتخابات المقبلة وسوف يستغل الحزب الجمهوري هذه النقطة للضغط على الرئيس بايدن هذا من ناحية من ناحية أخرى أعتقد أن هناك حالة من الغضب في الداخل الأمريكي بسبب توجيه موارد كبيرة موارد مالية كبيرة ومساعدات وأسلحة من الولايات المتحدة للحرب الأوكرانية الروسية فهذا أيضا يؤثر على المواطن الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي لذلك إن لم يرى هذا المواطن نتيجة لهذه الحرب نتيجة ترجع بالفائدة على الولايات المتحدة بكل تأكيد سوف يعاقب الرئيس بايدن في صناديق الإقتراع لذلك من المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدا من جانب الولايات المتحدة لتحقيق أي نتيجة ملموسة في هذه الحرب لصالح أوكرانيا وعلى الجانب الآخر سيكون هناك تصعيد من جانب الروسي لعدم إحراز أي تقدم لإحراج بايدن وربما لإسقاطه في الانتخابات المقبلة نعم على ماذا يبني أستاذ رضا سعد دونالد ترامب في أكثر من مرة قال إنه على عكس خليفته في البيت الأبيض جو بايدن كان سيمنع الصراع في أوكرانيا هل يبحث عن فوز في الانتخابات يعني تصريحات من أجل الانتخابات أم فعلا وهو كان رئيس للولايات المتحدة الأمريكية سابقا فعلا يستطيع إيقاف هذه الحرب لا شك بأن ترامب أخذ قرارات مهمة حين كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يعني خلفت كل توقعات من سحب قوته العسكرية من بعض دول العالم وإنهاء حروب يعني هو غريب الأطوار نوعا ما في قراراته وبالتالي هو قادر ولكن هذا الخطاب هو موجه طبعا للناخب الأمريكي بأن سياسة بايدن ورطت الولايات المتحدة الأمريكية في حرب يعني ليس لها مصلحة فيها لكن يعني لا شك أنا أريد التعليق فقط على ما ورد بأن بايدن تورط في الحرب بل هو بالعكس يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن حركت مصانع الأسلحة الأمريكية هي تبيع البترول الأمريكي الغاز المسيل إلى الغرب بأسعار عالية يعني هي كما قلت في بداية الحرب أنها ستقاتل حتى آخر جندي أوكراني وآخر يورو أوروبي يعني هي تستفيد العقل الأمريكي وعقل اقتصاد عقل مال يعني عقل مصالح لا أكثر في حال وصول ترامب إلى الحكم هو قادر على وقف الحرب وخاصة أنه تعرض في السابق إلى اتهامات بأن روسيا تدخلت في الانتخابات السابقة وغيره وبالتالي يعني إذا ما وصل ترامب إلى سلدة الحكم أعتقد بأنه سوف يأخذ مبادرة فاتة الاتجاهة نعم أستاذ عامر تمام طبعا حتى واشنطن ميزانية دفاعها المنتظرة ستكون الأكبر في وقت السلب والتي ركز فيها على الحرب في أوكرانيا والحروب المستقبلية أكثر من ثمانمائة أو ثمانمائة وخمسين مليار دولار هل واشنطن تواجه أكثر من روسيا وما الذي تعنيه بالحروب المستقبلية الولايات المتحدة تعاني أو تخشى في المرحلة المقبلة من سقوط أو من اختزال هيمنتها أو تراجع هيمنتها على العالم هناك تغيرات حدثت بعد جائحة كورونا عالميا وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية فبكل تأكيد هناك نوع من التغير في النظام العالمي الولايات المتحدة لن تسمح بتراجع دورها في هذا العالم ببساطة ربما سيكون هناك تحديات كبيرة وطبعا الولايات المتحدة أول شيء تلوح به في الغالب هو القوى العسكرية لأنها هي القوى الأولى عالميا على الصعيد العسكري التحدي الصيني الأمريكي قائم في الأساس على التحدي العسكري بخلاف التحدي الاقتصادي والتحدي السياسي والدبلوماسي هناك بؤرة اشتعال هي تايوان في حال ما قررت الصين استعادتها بالقوى العسكرية كان لزاما على الولايات المتحدة أن تتدخل لحل هذا الموضوع عسكريا أيضا ومواجهة الصين هناك أيضا المواجهة القائمة حاليا ما بين روسيا وأوكرانيا كان لزاما على الولايات المتحدة أن تتدخل لحماية حليف أو لحماية دولة هي دفعتها لدخول هذه الحرب الولايات المتحدة هي من دفع أوكرانيا لدخول هذه الحرب لذلك أعتقد أن فكرة زيادة الإنفاق العسكري من جانب الولايات المتحدة هو استمرار أو ربما هو الحائط الأخير للدفاع عن هيمنتها العالمية والدفاع عن مكانتها كقوة وقطب أوحد عالميا حتى في منطقة الشرق الأوسط الولايات المتحدة لديها مئات الألاف من الجنود في هذه المنطقة وعلى الرغم من ذلك بدأ النفوذ الأمريكي يتراجع وكان خير دليل على ذلك المبادرة والاتفاق الذي تم توقيعه ما بين السعودية وإيران بوساطة صينية وإنهاء هذا الخلاف وعلى الرغم من أن الصين لا تملك جندي واحد في منطقة الشرق الأوسط ولكنها تملك قوى نعيمة لذلك القوى العسكرية هي الخط الدفاع الأخير عن الهيمنة الأمريكية وهي التي سوف تستخدمها في حال ما شعرت أن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها واشنطن طبعا لن تسمح بتراجع دورها وريادتها أستاذ رضا ما الثمن الذي سيدفعه كل طرف إذا استمرت الحرب ورفضت مبادرة الصين إذا ما مرفضت المبادرة الصينية بالنسبة لروسيا ستكون حرب استنزاف طويلة الأمد لأن كل الدول الغرب مصطفى حول الولايات المتحدة الأمريكية ولديهم اقتصاديات قوية وقوة عسكرية قوية وبالتالي انهاك روسيا في هذه المعركة على المدى الطويل واستنزافها واقتصاديا وعقوبات وعسكريا أيضا في هذا المعنى الكل سوف يكون خاسر في هذه المعركة الجانب الروسي الأوكراني الاتحاد الأوروبي وحيف الناتو وغيره الكل سوف يدفع ضريبة لإطالة عمر هذه الأزمة وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية عندما أوعزت إذا صح التعبير إلى زيلانسكي باستبرار في الحرب ودعمه يعني هي تعرف تماما بأن أو دفعي أيضا للانتجاه نحو أوروبا ودولة الحلف الناتو هي تعرف تماما بأن روسيا وقائدها يعني فلاديمير بوتين هو شخص قوي شخصية قوية عسكرية لا يقبل الهزيمة على الإطلاق وروسيا كدولة عظمى لن تقبل في أي حال من الأحوال التراجع عن أهدافها الاستراتيجية وبالتالي يعني هو عملية استنزاف عملية أسواق إذا صح التعبير أيضا للولايات المتحدة الأمريكية لبيع أسلحتها وبيع البترول إلى الغرب والكسب الاقتصادي من هذه المعركة الجميع خاسر لا شيء الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد هي الأكثر ربحا في هذه المعركة لأنها لا تقاتل على أراضيها لا تقاتل بجنوتها وبالتالي هي تبيع منتجاتها العسكرية والاقتصادية نشكرك جزيلا الشكر المحلل السياسي رضا سعد كنت معنا مباشرة من بيروت عبر سكايب ومن القاهرة شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث في شؤون الآسيوية عامر تمام كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة مشاهدين نبض العالم متواصل من قناة الجزائر الدولية اشتركوا في القناة حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن بلاده لن تتحمل أي نقص بحصتها من مياه نهر النيل لا سيما بعد المفاوضات التي استمرت عشر سنوات لإيجاد حل مناسب لأزمة سد النهضة الاثيوبي جاء ذلك خلال تصريحات السيسي في مؤتمر صحفي بالقاهرة عقب مباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تناولت التعاون الثنائي وأزمة سد النهضة وفق وكالة الأنباء المصرية وقال السيسي وجدت توافقا وتفهما من رئيسة وزراء الدنمارك بشأن أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الأسيوبين وده طبعاً نحن نقول أننا في عشر سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الأسيوبين نحن نتفهم أن التنمية في أسيوبيا وبنقول الكلام ده في كل مناسبة بس بنقول أيضاً وإحنا بنوجد وإحنا متفاهمين ده وأيضاً مستعدين لتعاون معهم فيه أنه إحنا هذا لا يؤثر على المواطن المصر بأي شكل من الأشكال والحقيقة أنا لقي التفاهم لدى فخامة رئيسة الوزراء على أن الدولة اللي هي الأكثر جفافاً في العالم مصر ما داش فرصة أنها تتحمل أي نقص من ما يصل لها في يؤتي من الأرض لمناقشة الموضوع نسعد بأن يكون معنا مباشرة من أديسابابا المحلل السياسي يا سيد محمد العروسي مباشرة أبر سكايب ومن القاهرة نسعد بأن يكون معنا الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام أشرف العشري وأيضاً من أديسابابا نرحب الباحث والكاتب الصحفي عثمان محمد علقا أو علقا فيتو أهلاً وسهلاً بكم ضيوفي الأفاضل دعنا نبدأ معك المحلل السياسي محمد العروسي كيف تقرأ تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموجه لإثيوبيا شكراً عن الاستضافة والتحية لك ولضيفيك الكريمين والسادة المشاهدين طبعاً أقرأ هذا التصريح في سياقه الذي وضع له هناك من فهم أن هناك تهديداً من قبل الرئيس المصري فخامة عبد الفتاح السيسي ولا أعتقد ذلك لأن الرئيس السيسي ذكر في نهاية حديثه أو ضن حديثه قائلاً أشقاءنا الإثيوبيين فكيف يهدد الشقيق شقيقة لكن في نفس الوقت أعتقد بأن هناك مغالطات معينة ربما فهمت أو أراد البعض أن يلبس هذه التصريحات ما لم تحتمل فمثلاً ذكر الرئيس السيسي أن هناك على مدار القرون الماضية أو العقود الماضية لا توجد هناك سدود على نهر النيل وهذه بادرة ينبغي أن تشجع عليها إثيوبيا يا فخامة الرئيس فخامة الرئيس أيضاً ذكر أن هناك الدولة الأكثر جفافاً في العالم مصر فإذن كيف نقفل أهمية أن إثيوبيا هي الأكثر فقراً في الطاقة الكهربائية إذ يعيش أكثر من نصف الشعب أكثر من 65 مليون نسمة بلا طاقة كهربائية ونحن قمنا ببلاء هذا السد لهذه التنمية وتوليد الطاقة وهذه الفائدة نحن نطمع أن تصل مداها إلى الأشقاء في مصر وكذلك السودان أما أن يقولوا أننا في خلال العشر سنوات بدلنا هذه الجهود ولم نتوصل إلى حل فهذا غير صحيح يا فخامة الرئيس فأنتم كنتم تتفاوضون مع غيرنا ثم تريدون أن تلزموا إثيوبيا بما تفاوضتم به مع الأمريكان أو مع بعض من في المجتمع الدولي من الأسرة الدولية تتفاوضون مع غيرنا ثم تطلبون أن نتفق معكم على تلك الأجندة وما تفاوضتم عليه هذا أمر غير منطقي وإذا كانت العشر سنوات نتحدث عنها بأن إثيوبيا لم تريد أن تتفاوض فلماذا دعتكم إذن إلى هذه المفاوضات نحن يجب علينا أن نعدل اليوم هذه المسيرة التاريخية المحرفة حتى تعلم الأجيال تلو الأجيال بأن إثيوبيا ليست دولة شيطانية تحاول أن تقطع المياه عن أشقائها ولا عن أي طرف كام نحن نبني سد النهضة لأجل التنمية الأشقاء في مصر يجب عليهم أن يخففوا سياسة هذا العبث السياسي والتدويل للقضية ومحاولة خداع العالم خاصة بعد الملء الأول والثاني والثالث والذي مر طيب دعني أن أقول الفكرة لسيد أشرف العشري مرحبا بك من جديد طبعا ما هي تداعيات بناء السد على حصة مصر بناء على ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء خلي حضرتك وكل تأكيد يجب الإجابة على سؤالك أن يكون ذكرت أنه تحدث عن تجاوزات غير مسؤولة ومغلطات خطيرة وغير مطبولة أعتقد أنه يحمل مصر مسؤولية والرجل لم يتابع ما حصل في العشر سيناوات من عمليات تهرب وقاءة وهروب للأمام من قبل أسيوبيا سواء فيما يتعلق بالمفاورات مع الجنب الأمريكي سواء ما يتعلق باللومة المتحدة وحتى في قرارة الجامعة العربية الأخير وهو يتبع نفس السياسة التي تبعها أيضا قارة أسيوبيا في التهرب وعرب انتزام بتوقيع اتفاق قانوني ملزم يحدد الحصة اثناء النيل لكل من مصر والسودان ويحافظ الحصة المصرية الموقعة منذ عام 1959 55 مليار متر مكعب وهو يقول أن أسيوبيا تعاني من عرب التنمية أعتقد أن الجانب المصر منذ اليوم الأول قال نحن مع الأشقاء في أسيوبيا للتنمية وأننا نساعد على التنمية وفي نفس الوقت هذا نجد أن نحرم مصر أو السودان من حق الحياة أعتقد أن نزيم معادلة يجب أن تكون متكافئة لا تبحث على المصالحك الشخصية وأتبع كل الأخرين يموتون عطشا وبالتالي هذا الأمر فيه كثير من المواقف لا أقول المغزية لكنها غير المسؤولة من الجانب الأسيوبي لأن مصر شابت لكل المتورات لما فيها حتى متورات التحاد الإفريقي على مدار العام الماضي وقبل الماضي النقطة المغزلة هي الهروب وعدم التزام الأسيوبي في المقام الأول حتى هذه اللحظة مصر ما زالت تمد يادها لإمكانية أن يكون هناك تفاهمات وتنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق عام 2015 في السودان في شهر مارس تطاق المبادئ تطاق المبادئ وبالتالي أعتقد أن يجب الجانب الأسيوبي يكون لديه التزام ويكون لديه درجة كبيرة من الصدقية والوقعية في الطرح الذي يطرحه خاصة أننا لا نعارض أي تنمية المسؤولين المصريين رئيس الجمهورية الدولة المصرية الحكومة قالت نحن مع التنمية في أسيوبيا لكن يجب أن يتم الحفاظ على حصة الدول الأخرى في مياه نهر النيل فيما تعلق بهذا الأمر باعتباره أن هذا شاطئ دولي تكر القوانين وتشبعات الدولية ومستقل الأمم المتحدة وبالتالي هذه المسألة حلها بسيط الغاية أن يكون هناك نية وإرادة أسيوبية الالتزام بالحقوق المصريية رئيس الجمهورية عندما أطلق موقفه هذا قال هو أريد أن يقول أن لا توجد رغبة وإرادة لدى الجانب الأسيوب وأننا مازلنا متمسكين بأن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم المجتمع الدولي على بينا من مراوغات والتسويق الأسيوبي في هذا الشهن والبينة على من ادعى أشرف العشري دعني أن أقول الكلمة لأستاذ عثمان محمد ماذا يعني المل الرابع لسد أهلا وسهلا ومرحبا بك ومشاهدنا الكرام وفي الضيوف كذلك المل الرابع لملف سد النهضة هو يعني أن يتيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة هناك أكثر من 65% من التيوبيين يعيشون تحت الضرام الدامس والإجراءات ليس كما قال ضيفك كل شيء أعتقد ليس كما قال ضيفك الأمور واضحة جدا إتيوبيا تعاني من أزمة كهرباء هناك أكبر من 65% من التيوبيين يعيشون تحت الضلام لذلك ملف سد النهضة سيستمر وهو يستمر كما خطط له ليس هناك أي شيء على الخفاء فهناك هذا الضليل واضح على أن إتيوبيا تنتهج نهج لا تريد الضرر كما كررت مرارا وتكرارا في الكثير من المحافل الدولية أنها لا تريد الضرر بالشقيقتين مصر والسودان وإنما ما يهمها من هذا الملف هو الحصول على الضاطة الكهربائية والاستمرار في بناء سد النهضة يعني أن أكثر من 65% من التيوبيين الذين يعيشون تحت الضرام سقد يتمكنون في يوم من الأيام بدون الإضرار بدولتي المصب الشقيقةين مصر والسودان من الحصول على الكهرباء نعم ولا أعتقد كذلك أنه تسييس ملف سد النهضة وتدويله في الكثير من المحافل الدولية قد يكون له أثر إيجابي فتعريب ملف سد النهضة من المساعدة الخليجي أو ما شابهه في غيره من المجالس لن يكون له أي فوائد إيجابية خاصة فيما يمثل دولتي الثلاثة الدول الشقيقتين نحن كفارقة الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية وكذلك يجب علينا أن نتفهم طبيعة بعضاً عن بعض طيب يتعاني من مشكلة في الطاقة الكهربائية والسد هو ستطاقة من أجل الطاقة الكهربائية ولن يكون له أي ضرر على دولة المصب كما كرر ذلك مراراً من تكراراً نعم سيد داني أعود إلى سيد أشرف العشري قبل أن أعود إليك الأستاذ محمد الأعروسي طبعاً في ظل حالة الانسداد الحالية ما هي الخيارات المتاحة أمام القاهرة للوصول إلى التفاهمات ترضي كل الأطراف أعطاك الضيفك أيضاً الثاني يردد نفس مقولات والطرهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع فيما يفعل لك بتحديد ما قال لك أن مصر يدد التنمية في أسيوبيا إذا كانت هناك أزمة في أسيوبيا فهذه مشكلة أسيوبيا وليس مشكلة مصر مصر قد أنها تؤيد وتدعم التنمية في أسيوبيا وبالتالي يجب أن يكون هناك خط خط الاستقيم من المواقف الأسيوبية أو أن يكون هناك درجة كبيرة من الاستفزاز والتلاعب وأيضاً المضي قدماً نحو تسيوف الوقت أو الشراء الوقت هذه السياسة أصبحت مكشوفة بعد عشر سنوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك توفير درجة المصداقية أو الموسوكية في المواقف الأسيوبية أنت تقول الحل عن طريق الاتحاد الأفريكي لماذا لا يتم الاستجابة والتعاطي مع المقررات المطال المصرية بشأن الحل عن طريق الاتحاد الأفريكي لماذا لا يكون هناك التزام أسيوب واضح بتوقيع اتفاق قانوني ملزم وأعتقد أن كما قال وزير الخارجية المصري بالأمس أن كل الخيارات مفتوحة وأن كل البدائل متاحة أمام التعاطي وأن الدولة المصرية لديها درجة طويلة وأيضاً لديها درجة كبيرة من المنصوكية فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الأزمة التي يتم مرقباتها يوماً بيوماً بما يتم تلك المصر بمقدرات القوة وعلاقاتها على المجتمع الدولي وأن الموقف المصري منضبط جيداً فيما يتعلق بالتعاطي مع أي مواقف أسيوبية بما فيها الملء الرابع في هذا الشأن نعم سيد محمد العروسي كل المفاوضات التي جرت على مدى العقد الماضي لم تؤتي ثمارها لماذا لم تطرح إثيوبيا أي مقاربة من أجل أن تضمن على الأقل مصالحها ومصالح دول المصب أيضاً ومن ذا الذي يقول أنها لم تفعل ذلك أو يشكك في الجهود الإثيوبية التي بذلتها خلال السنين الماضية منذ قيام سد النهضة اذ دعت الأشقاء في مصر والسودان إلى هذه المفاوضات على مشروع تبنيه في أرضها دون المساس بمصر ولا بالسودان ورغم ذلك هناك يعني توجه كما ترى يا سيد الكريم هذا الضيف الكريم يجلس في إحدى زوايا الأحرام ثم يتهمنا في إثيوبيا بأننا يعني ممارس الترهات أو نطلق الترهات إذن ما هي الحقائق التي تمررونها للشعوب ألم تقولوا أن الشعب المصري والسوداني سيغرق في الملأ الأول والثاني والثالث أيضاً وكانت دعاياتكم تتجدد كلما بادرت إثيوبيا أو تقدمت خطوة إلى الأمام في مشروع سد النهضة فاستطاعت إثيوبيا تبديد هذه الأباطيل عملياً لتقول للعالم أننا نعمل على بناء سد النهضة مراعين بذلك المصالح للأشقاء في مصر والسودان وكذلك بالدرجة الأولى التنمية في إثيوبيا وإخراج الشعب الإثيوبي من دائرة الفقر وهنا ضع لي ألف خط تحت دائرة الفقر حينما نتحدث عن فقر وطاقة في إثيوبيا فالكل يعلم بأن هناك أياد امتدت ربما لا يسعن المقام لذكرها هذه الآياد استطاعت إثيوبيا اليوم أن تقيدها أن توقفها عند حدودها تلك الأياد التي تمتد بالسوء للأفارقة هذه الأياد التي تحاول أن تسير بالفتن والراجيف المغرضة ومحاولة الشيطن لإثيوبيا يحاولون أن يصوروا للعالم بأن إثيوبيا دولة شيطانية تحاول قطع المياه نحن نعلم جميعا بأن الأشقاء في مصر لديهم مخاوف معينة هذه المخاوف أخذتها إثيوبيا على العين والرأس نحن نقول لهم تعالوا تفاوضوا على ما تتخوفون منه لكن لا تتفاوضوا على السيادة الإثيوبية لأننا لن نتفاوض معكم على ذلك تفاوضوا إذا ما كان هناك خطر يتشكل من سد النهضة على أي من المصالح المصرية طبعا اتفقتهم على اتفاقية إعلان المبادئ ثم تأتون لتقولوا لنا أننا نتصرف بشكل أحادي أننا نقوم ببناء سد ليس عليه دراسات أنتم كيف وقعتم على هذا السد الذي ليس لديه دراسات أنتم تتهمون بلدانكم نحن نريد الخير ونرفض هذه السياسات العبثية التي تحاول تصدير الفتن والأباطيل وتشويها الموقف الإثيوبي عمدا خاصة من أعيان المجتمع ومن رؤساء الصحافة في مصر هذا الأمر مخزي في الحقيقة إذا كانوا يتحدثون عن تنمية هذه نقطة أود أن أركز عليها إذا كانوا يتحدثون بأنهم مع التنمية في إثيوبيا سؤال واحد نسأله إياهم أين أنتم حينما ضرب الجفاف وضربت المجاعة في مناطق واسعة حتى اليوم يعني لثلاثة أعوام جفاف مجاعة نفوق للبهائم والأرواح طيب دعنا نقول الفكرة لأسيد أشرف العشري عفوان المقاطعة إثيوبيا طبعا ترفض تدويل الملف القاهرة تلوح بورقة مجلس الأمن التي كان قد رفضها سابقا وأعادها إلى الاتحاد الأفريقي ما الجدوى من ذلك هذه المرة سيد أشرف العشري يعني رد عدافك الأخير أنا أرفض كل ما نطق وتكلم به جملة تفصيلا أنه يسعى إلى مشرفة نطوطرات وأعتقد خطابه لا يحتمل أي نوع من الحقائق وأعتقد أنه يسعى إلى ترديد الشعارات والأرجيف السوداني الأسيوبية في المقام الأول هو يقول أن أسيوبية قدمت كثير مبادرات عشر سنوات يا رجل لم تقدم أسيوبية فيها مبادرة ولا موقف واحد بدليل أن المفاوضات ما زالت تروح مكانها بسبب سياسة الهروب والمراوغة والتعنت الأسيوبي ويعتقد المجتمع الدولي الآن أصبح لدي نظرة كاشفة للمواقف الأسيوبية وهناك عملية بالفعل الكاشف وفتح ذلك الممارسطات الأسيوبية وبالتالي أي نوع من المراوغة واللجوء إلى الاختباء خلف الأصابع ومهي لذلك كل هذا الأمر ينطلي لا على مصر ولا على المجموعة العربية ولا على الأمم المتحدة ولا حتى على المجتمع الدولي لأن من يريد أن يكون لديه اتفاق عليه أن يستلع بالتوقيع أن يلتزب بالمواصيك أن يلتزب بما تم التوافق عليه المسألة يجب أن تخضع لمساق فيما يتعلق بإرادة سياسية من كبه للأسيوبيين وقعه في السودان 2015 سبب على زراجة تبعه سياسة الهروب والفرار وعدم التزام فيما يتعلق بالتوقيع ما جاء أو التزام بميقى في هذا التوقيع بالإضافة لأن الجانب الأسيوبي لم يقدم مبادرة أو حالا حتى عندما كان هناك في عهد ترامب ومفاوضات مع الخزانة الأمريكية لم يذهبوا وهربوا من المطارات ولم يتم التوقيع أعتقد أزيل موقف مكشوفه وأعتقد أنه لأي نوع من التلاعب الأسيوبي لم يعد يدر دخالة أحد في المنطقة وفي الإقليم وعطة على المستوى الدولي وبالتالي أعتقد البين على من الدعاء في المرحلة القادمة هناك فرصة أخيرة للاتحاد الأفريقي إذا نجح في الاتحاد الأفريقي واستجابت أسيوبيا طوعا سيكون هناك توقيع اتفاق ويكون هناك التزام بشريط أن توفر الاستحقاقات الكاملة لما جاء في الاتفاق والحفاظ على اتفاقات الدولية يبقى فيها اتفاقات 59-55 مليار متر ونصف إذا لجعت إلى هذا الاسلوب أعتقد أنه وسيل خارجية المصر لبضى على مثل هذه المهاطرات الأسيوبيا بالأمس وقال وأقررها الخيارات متاحة والبداء المفتوحة أعتقد أن هذا الأمر لا يحتمل النوع من اللبس وبالتالي إذا كان المجلس الأمن ما زال ينتظر ويترقب أي نوع من الجهود الإفريقية الكرة في ملعب الإفريقي وفي ملعب الأسيوبي في المقام الأول أما عمليات الهروب واللجوء إلى مثل هذه المحكات وأيضا وضع الرؤوس في الرمال كالنعام هذا أمر مرفوض تماما الدولة المصرية ديها علوات وتستطيع أن تحصم الأمور وأنه لابد منتزام بالتفاقات الدولية دعنا نتوجه إلى سيد عثمان محمد هناك اعتقاد بأن اتفاقية المبادئ عام 2015 ضيعت حقوق مصر ومنحت إثيوبيا اعترافا دوليا ببناء السد هل تتفق مع هذا الطرح سيد محمد أرى مسهلا بك نعم هذا ليس صحيحا فاتفاقية المبادئ هي أقاطف الحقوق لجميع الدول الثلاث في الحفاظ على حقوقها المائية وكذلك فيما قاله كله تقريبا ما يقاله ضيفك هو تقريبا ما يقوله الكثير من بعض المحللين السياسيين المصريين لكن لا أعتقد في رأيي أنه تعريب ملف سد النهضة وتسييس هذا الملف سيكون له أي نتائج يعني هم كانوا يقولون أنه سد النهضة سيكون له ضرر كبير على دور الجوار وتم الملأ الثاني وتم الملأ الأول قبل ذلك والملأ الثالث ونحن الآن في الملأ الرابع ولا شك أنه ضيفك إلى الآن ما زال يكرر نفس الكلام نفس الترهات لتقريبا السنوات الماضية سد النهضة هو سد من أجل يعني من أجل الحصول على الطاقة الكهربائية ولن يكن له أي ضرر قلنا هذا مرارا وتكرارا وفي الكثير ولا أعتقد كذلك أنه تعريب هذا الملف أو في كل مرة نعود نتكلم على نفس الدائرة لماذا يعني بدل أن يذهب ضيفك بعيدا ويتكلم على مجلس الأمن أو على الجهات الخارجية لماذا لا يحاول يعني أن يفهم الأمر بحقيقتها الأمر كله يعني تعريب هذا الملف أو الذهاب إلى أي جهات خارجية لن يحلها هذه المسألة إتيوبيا تريد الطاقة الكهربائية هناك الكثير من الإتيوبيين يعيشون تحت الضرر ولكن ضيفك إلى الآن لا يفهم هو يتكلم عن التنمية الإتيوبية ولكن لا يفهم أنه إتيوبيين هناك كثير من الإتيوبيين يعانون من الكهرباء وهذا السد هو داخل الحدود الإتيوبية ليس السد خارج الحدود الإتيوبية هو داخل الحدود الإتيوبية وهو سد من أجل الحصول على الطاقة الكهربائية ليس فقط لكن كسيب هذا الموضوع لا أعتقد أن يكون له تأثير جابية سواء كانت على إثيوبيا أو على دول المصدر الشرق قدر نعم سيد محمد العروسي أي سبيل للخروج من هذه الأزمة بما لا يخل بحصة مصر والسودان من المياه السبيل الأوحد والأمثل أن نجلس إلى مفاوضات نطرح فيها حلولا منطقية نراعي فيها اعتبار كافة الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا إثيوبيا مطلبها ومشاغلها بالدرجة الأولى التنمية وكذلك بناء سد يستطيع توليد الطاقة ومحاولة خلق فرص العمل ومكافحة البطالة والفقر إلى غير ذلك من هذه الأمور والأهداف التي تسعى لتحقيقها من بناء السد أما من ناحية الأشقاء في مصر خاصة أن يطرحوا مخاوف حقيقية يرونها بأنها تشكل عليهم تهديدا بدلا من التدويل والتجول في الأروقة الدولية ومغادرة قاعة والدخول إلى قاعة أخرى للتشكي ضد إثيوبيا نحن يجب علينا أن نتناقش بحسن النية بدلا من إطلاق هذه الشعارات وهذه العبارات والاتهامات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولو أنها توقف أو تؤثر شيئا على إثيوبيا لا أوقفت يعني حجر الأساس الذي وضعته إثيوبيا في سد النهضة فالتحديات الآن ذاك كانت أعظم وأكبر بكثير من هذا اليوم بفضل الله نحن الآن نتجه لنبرز للعالم مكانة إثيوبيا وكذلك سد النهضة وكيف أنه لا يضر بالأشقاء في مصر طيب دعني أن أقول نفس الفكرة لسيد أشرف العشري ما السبل الممكنة للوصولة والخروج بتفاهمات تحفظ مصالح الكل سأعاكب بتعاكب أخير لأنه دا ارتباطات أعتقد أن نفس الطرح ما زال يدور في نفس الفلك من الهروب والاستفزاز يقول لأن أسئلة دا يا فاكر وأنه يقول أنك أنتك طاقة 25% لا أحد يعارض أن تكون لك تنمية وأنتك طاقة لكن يجب في المقابلة لتنمي حفظ حقوق الآخرين مصر والسودان هناك اتفاقات دولية ملزمة في هذا الشأن ومودعة في الأمم المتحدة ابني تنمية وحقق رخاص زماء كما تريد لكنك يجب أن لا تغور على حقوق الآخرين هذا أمر يجب أن يكون مفهوما لدى الجانب الأسيوبي حتى نقطع الطريق على مثل هذه المراوغات وعلى هذا التسويق لا يوجد أي اعتراض مصر ولا سودان حتى فيما يتعلق بالتنمية حقق التنمية كما تشاء وعليك أن تدع في الأطبار أن تغور في المحترحة برأيك رجال الخصائر وأن تلتزم بما تم التوافق عليه سواء في اتفاق الخرطوب أو حتى في اتفاقات الدولية الموقعة في الأمم المتحدة حتى تكون المسألة واضحة يكون لديك درجة كبيرة من الصدقية والموثوقية في التعاطي معك أما عشر سنوات ألاست كافية عقب كامل من الزمان والمصر تنتظر والمجتمع الدولي ينتظر ما إلى متى سوف ننتظر أعتقد أن البينة على من ادعى والمطلب المصر واضح اتفاق قانوني ملدم أن يكون لك موقف أسيوبي يبتعد عن التشنجات وعن التسويف والمرارة ويقبط بقرار السحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام وأن يكون لك التزام حتى بالتعاطي للتحرير شكرا جزيلا لك سيد أشرف العشري الكاتب السحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام نشكرك جزيلا أيضا المحلل السياسي محمد العروسي كنت معنا مباشرة من أديسة بابا براسكايب كما نشكرك أيضا الباحث والكاتب السحفي عثمان محمد علقبيتو كنت معنا أيضا من أديسة بابا شكرا جزيلا لكم ضيوف الأفاضل مشاهدين الأكارم ختام نبض العالم لهذا الثلاثاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة